بصوا أنا عارف أنه كل الناس كل الناس دون استثناء واحد يذكر بتتكلم على القصة بتاعة جو بايدن وإزاي قال الرئيس السيسي رئيس المكسيكوة والكلام يعني مش مفهوم بالنسبة لنا على الإطلاق واللي على ما يبدو هو متعلق بيعني زلت لسان من رجل كبير في السن وفي النهاية مفيش حد يشمت ولا يتريأ على مرض ولكن لازم ناخد الأمور في الحيز السياسي بتاعها بقى بشكل عام الحيز السياسي بتاعها ممكن نبدأه لكم من دلوقتي يعني على سبيل مثال الكلام بتاع واشنطن إن احنا بنعمل مباحثات مع القاهرة والدوحة علشان خاطر نضمن إنه ما يحصلش أي تعدي وإنه أصلا مش عاية في إسرائيل ما تعملش إيه وأزرف حاجة تكلموا فيها الالتزام بالمحددات بتاعة استخدام السلاح الأمريكي فأنا ما فهمتش قصة الاستخدام بتاع السلاح الأمريكي يعني لو إسرائيل ضربت بسلاح إسرائيلي إيطالي ألماني فرنساوي من أي حتة صنعة في القمر ده بالنسبة للأمريكان عادي يعني هو كل المحدد خد بالك برضو جماعة بتوعبلات برة دول الأمريكان والإنجليز بيبقوا الحقيقة أذكية جدا في استخدام بعض المصطلحات اللي تلاقيها مفخخة يعني تيجي بعد شوية أنت هتقول له بس أصل إنت أقول لك لأ ده أنا تكلمت عن السلاحة الأمريكي أنا ما تكلمتش عن أي أسلاحة تانية ما ليش فيه طيب أنا هرجعك على زي ما كنت بقولك كده الإطار السياسي الإطار السياسي بتاع كلام جو بايدن الإطار السياسي بتاع ما تقدمه مصر ومش هقول ما تقدمه مصر هقول الدور المصري الدور المصري في فلسطين والدور المصري في فلسطين الحقيقة تقدر تاخده على ثلاث زوايا زاوية منهم هو الدور الإنساني وهو دور عظيم جدا ولازم حضرتك تبقى عارف أنه أي جرام مش أي طن أي جرام مساعدة أي أن كان شكلها بتذهب لأهلينا في فلسطين بتخش من مصر أي جرام مساعدة بيجي من العالم كله يطلع بقى جاي من أمريكا يطلع جاي من اليابان يطلع جاي من الأشقاء العرب يطلع جاي من الأوروبيين بيخش مصر الأول عشان يروح على فين يروح على فلسطين طيب ده معناه أنه إجمالي المساعدات كل المساعدات بتاعت كل دول العالم بتعدي من عندي أنا أيا كان حجمها أيا كانت نوعيتها أكل شرب زيوت وقود مهمات طبية إلى آخره بتعدي من عندي أنا بن قسيم بقى افتح قسيم مهم جدا أنه 80% ويزيد مما قدم لأهلينا في فلسطين بتاع مصر الدولة أو الشعب من مصر ده اللي بتقدمه أكتر من 80% لو افترضنا مثلا أنه تقدم 10 كيلو مهمات غذائية في منهم على الأقل 81 أه أسف 8 كيلو 9 كيلو من عندنا مش من حتة تانية أنا أغنى دولة في العالم طبعا لا أنا أغنى دولة في المنطقة طبعا لا لكن على ما يبدو أنا الأكثر حرصا من العالم كله على الوضع الإنساني الفلسطيني فلا مزايد اتنين مين في العالم عمل اللي أنا عملته تاريخيا مش بس دلوقتي تاريخيا محدش الحقيقة لحد أدم شهداء أدي ولحد تصدى لقضية الصراع العربي الصهيوني أدي ولحد دخل في مواجهات عسكرية وموسلحة أدي ولحد دخل في تعهدات دولية أدي ولحد حاول ينصر الفلسطينيين أدي سلامه زايدة وعاوز حد يقول لي إحنا نخش معكم يعني منافسة كده إيه أول وثاني بفرق نقطة ولا نقطتين لا والله لا والله لا نقطة ولا اتنين ولا عشرة طيب ثلاثة إيه هو بص يعني أنا مش عايز أقول كلام يبقى عنيف في استخدام المصطلحات لكن من ذا الذي فقد عقله لدرجة إنه يزايد على الدور المصري والأكثر فقداناً والأكثر ألماً لما لاقي بعض من المصريين بيتبنوا هذا النوع من الخطاب على مصر أن تفتح الحدود أمام المساعدات الله لو أنت مش عارف مصر بتعمل إيه ولا إيه أنا عمري ما شفت واحد بيزايد على دور بلده يا أخي ده الناس اللي ما بتعملش حاجة بتدعي إن دولها بتعمل اللي ما عملوش حاجة مواطنيهم بيدعوا إن دولهم عملت واللي عمل النظر اليسير بيدعي إنه عمل الخير الكثير ودي ظاهرة غريبة مش عايزة ساميها حتى بظاهرة لأنها غير مستفحلة لكن للأسف تلاقي أصوات على تويتر وعلى فيسبوك وعلى إنستجرام وعيال تقعد على الأهاوي وعيال تقولك وعلينا علينا إيه إيه اللي نقدر نعمله تاني ومعملناهوش أنا عندي سؤال إيه اللي مصر ممكن تعمله تاني ومعملتوش بشأن الجانب الإنساني والمساعدات الإنسانية التي تقدم أنا فتح المعبر بتاعي من ناحيتي هو أنا مسؤول عن المعبر من الناحة التانية إزاي طيب ومش في حاجة اسمها اتفاقية المعابر في 2005 ولا الناس مغيبة بما فيهم جو بايدن بالمناسبة يعني هذا التغييب المتعمد قصة المكسيكي هي دي زلة اللسان بتاعت الرجل الكبير لكن فكرة إن أنا أحاول أعكر مناخ عام لا هي دي عامدية جدا جدا ومش مفهومة ومش مقبولة بالمناسبة لا مقبولة ولا مفهومة يعني في أي إطار أنا فاتح من عندي أنا قواف لي وقف على الحدود مستني ومان أنا مقف مع الحدود ليه دي أنا مظلت وقف على الحدود أربع ولا خمسة أيام في بداية التصعيد اللي حصل في يوم 7 أكتوبر 20-23 قاعد عمال بقول للعالم كله يا جماعة اتكلموا مع هذا الكيان عشان أعرف أدخل المساعدات الإنسانية الناس اللي عارفة لا تاكل ولا تشرب ولا تعيش وبتقصف وعايز أبعط لهم علاج وعايز أبعط لهم عربيات إصعاف أنا عايز أبعط دكاترة حتى يا أخي طيب تعالي ناخد بعد كده وهو كم الإشادات الدولية نحن لن ننتظر إشادة من أحد بالمناسبة يعني بس تاني علشان الشيء بالشيء يذكر وإن كان هذا يعتبر ختم دامغ أهلا وسهلا كم الإشادات الدولية عد بقى رؤساء دول إيه سكرت الأم المتحدة أنتوني جوترش الكل يقول لك ونحن نشيب بالدور المصري في تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في قطع غزة بلاش جو بايدن نفسه كلم الرئيس 3 أو 4 مرات من ساعة بداية التصعيد في 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة وفي كل مرة يقوى نشيب بالدور المصري ده في المكالمات بتاعته طبقا كمان لإيه بقى لقلة الإعلام الأمريكية يعني طبقا للأكاونت بتاعتهم سواء إذا كان بتاعت جو بايدن البيط لأبياد وزارة الخارجية اللي موجودة على السوشال ميديا الحاجات الرسمية التصرحات المعلنة التقارير الصحفي المخالف بتاعته تقول لك أه أصل مصر بتعمل 1 أو 2 أو 4 فأجي في مرحلة ما زمنية ما في عز ما يحدث الآن ويطلع يقول لك أصلي بس إحنا يعني بنتكلم مع الرئيس السيسي سيبك أنه الرئيس المكسيك طبعا دي حاجة يعني حاجة صعبة خالص ربنا يعني يشفي ويعفي فيبقى أصل علشان بس يدخل المساعدات لأ هو إحنا مكناش منتظرين حد يناشدنا عشان ندخل المساعدات لأن إحنا اللي تولينا هذه المهمة بل إحنا اللي عادنا عملنا حشد دولي علشان ندخل المساعدات لفلسطين وده شق طب والشق التاني مين اللي بيشتغل على وقف التصعيد ووقف الدربات تحديدا الصهيونية تجاه أهلين الفلسطينيين في قطاع غز ما هو مصر وبمنتهى البساطة إزاي؟ والله يا فندم أنا اللي تلقيت أكبر قدر ممكن من الاتصالات وأنا اللي تلقيت أكبر قدر من الزيارات عندي هنا في القاهرة في أصل التحديق هنا كل ده علشان أوقف الدرب تجاه فلسطين طيب تلاتة وأنا الطرف الرئيسي الفاعل في عمليات الإفراج عن الأسرة الفلسطينيين من جهة أو المحتجزين والأسرة الصهيونية اللي موجودين عند المقاومة من جهة أخر دي تلات حاجات هو مين اللي رفع شعار وراية ومصطلح لا للتصفية القضية الفلسطينية مصر مين اللي رفع شعار ومصطلح وأخذ زمام المبادرة بوقف التهجير القصري للفلسطينيين مين اللي رفع شعار ومصطلح وزمام المبادرة برفض تهجير الفلسطينيين لا لسينة ولا لأي حتة في العالم يعني للمصر ولا للأردن ولا حتى الأوروبا ولا للأمريكتين ولا لأي حتة مين اللي قرر ده او مين اللي خد زمان من مبادرة في ده برضو مصر القاهرة كل مرة القاهرة بعدين عندي بس حاجة كده لانه تقدر هاروح ولا يوس تقدر تروح تبص على الموضوع من ناحيتين يا جماعة هوانا بالمناسبة يعني ممكن حد بقى ييجي دولة تانية ما هياش مصر طعمين زي بالزبط اقولك زي ايه خناءة في الشارع واحد مسك واحد ضربوا العفية عدموا العفية ضرب ضرب قطعوا ويشاء انه هذا الشخص الضحية هو ساكن قصادي ألاقي الشارع كله لحاش ولا وقف الخناء ولا مسك الوضل اللي بيضرب البلطاجي وجاي بيلومني انا يا راجل مش كنت تشيله في عربيتك تودي المستشفى انت بتلومني ان انا ما شلتهش وديته المستشفى دا اذا كان حصل يعني طيما تؤديه انت ما وديتوش ليه انتو ما فيش حد فيكو قلبهم ولا واحد دا المجتمع الدولي كان مناصرة للكيان الصهيوني دا الصوت الوحيد اللي طلع كان صوت مصر قبل اي حد لا في المنطقة ولا برا المنطقة وبالرغم من ذلك انا ما بصناش على القصة دي خالص احنا بصنا على انه اه احنا اللي هنودي المستشفى واحنا اللي عاوزين نساعد واحنا اللي عاوزين نوقف الضرب واحنا اللي عاوزين نشجع المجتمع الدولي على اتخاذ مواقف معاكسة للموقف الصهيوني بل ومناصرة للموقف الفلسطيني مما لا شك فيه انا اللي رافع راية واخد زمام المبادرة لاجل حل الدولتين وبسرعة طيب دعا لابص الوضع القائم دلوقتي تصعيد من الكيان الصهيوني تصعيد وصل ازاي دا قاعدين عمالين بيدربوا في الناس لحد ما وصلوا عم درافح الفلسطينية تبص على التقارير الصحفية المصورة وما الى ذلك تليهم قاعدين مخيمين وجبهم خط الحدود المصري